الى ثمانية اضعاف هكذا قرر حلف شمال الاطلسي زيادة عدد مستشاريه او قواته كما يراها الرافضون لهذه الزيادة رسميا ينفي مستشار الامن القومي العراقي اي اتفاق حول اعداد المدربين من الناتو في وقت قرر فيه الحلف هذه الزيادة تدريجيا اشار الى ضرورة بقائها بصفة تدريبية لا قتالية ويبقى الموقف الرسمي العراقي محصورا في اطار عام سبق انكررته بغداد لا مهام في الداخل لأي قوة اجنبية بلا تنسيق او طلب عراقي نحن لا نحتاج الى اي جندي اجنبي على الارض يحمل السلاح ويقاتل معنا لهذا اؤكد انه مهمة حلف الناتو في العراقية مهمة تدريبية واستشارية وايضا في موضوع التسليح واستكمال بناء قدرات القوات المسلحة خصوم واشنطن في بغداد اعتبروا الزيادة التفافا امريكيا استباقيا على اي اسرار عراقي على جدولة اخراج القوات الامريكية واعتبرت الزيادة المطلوبة للناتو ذريعة لزيادة الحضور الامريكي نحتاج الى تنظيم هذه العلاقة ولا ان تكون اي زيادة تطرق على الاتفاقية المبرمة الا بعلم البرلمان العراقي وهذا ما يجب ان يكون من اجل التصويت عليها او المضيء بها واعتبرت قوان سياسية عراقية ان الزيادة هدفها امريكي بحت وردا على هجوم سابق طاول الوجود العسكري الامريكي في اربيل في اقليم كردستان العراق فيما اكدت قوى داخل تحالف الفتح ان اي اتفاق عراقي حول القوات الاجنبية سيكون باطلا ان لم يحظى بغطاء برلماني مهمات استشارية لا قتالية هكذا تطمئن بغداد القوى السياسية الرافضة للزيادة لكن اولئك الرافضين يرون في زيادة عديد الناتو الى اضعاف مضاعفة اشبه باجتماع حمالة كبريت عند برميل بارود عبدالله بدران بغداد الميادي